حالكم الله متابعينا في شانال دوانيونايت معكم اخوكم ابو عزوز اليوم هتحدش عن لعبة اسمها كاشنغونز اللعبة انزلت في سنة 2014 وفكرتها انه هي بارتي جيم فازت بجائزة بيست بارتي جيم اف دايير حق اللعبة يلعبونها من 4 اشخاص الى 8 اشخاص تحتاج نص ساعة ومناسبة للأعمار من 10 الى فوق فكرة اللعبة انه انتوا عصابة وعقوب ما سويتوا السرغة مالتكم راح تقعدون تتقاسمون اللوت اللي بينكم اللي هو البوقة مالة السرغة تقعدون بدائرة كل واحد يكون عنده مسدس وتعدون ثري تو وين وتأشرون على اي واحد ضدكم اللي يعيش بنهاية اللعبة وعنده فلوس اكثر واحد هو اللي فايز ونبطل صندوق لعبة كاشنغانز هذه المسدسات اللي عندنا باللعبة في منهم ثمانية حسب عدد اللي قاي يلعبون كل واحد ياخذ واحد هذه كروت الكاركتر كاردز كل واحد قاي يلعب راح نعطيه كرت واحد منهم طبعا الكروت هذه تختلف القوة اللي عندهم كل لاعب هو حظة نوزعهم عليه بطريقة عشوائية وليطلع معاك يطلع وهذا مكتب القد فاذر وهذه كروت الطلغات البولت كاردز كل لاعب راح ياخذ ثلاثة من البانك كاردز وخمسة من الكليك كاردز شنه يعني البانك يعني طلغة فعلية صجية اذا انت طقيت واحد فيها يول انجرهم راح تذبحها والكليك كاردز يعني انت هوش له ما طقيته صج فما راح يموت وهذه الجروح عندنا اللي راح نوزعها على كل لاعب تحوشة بانك كاردز واي لاعب يطلق ثلاث مرات راح يكون جيم اونفر حقه يطلع برا اللعبة وهذه كروت اللوت اللي هي الغنيمة مالة السرغة الغنيمة تتكون من شغلات مختلفة اول شي عندنا الفلوس اللي هي خمسة الاف وعشرين الف وعشر تالار بعدين عندنا الدايموند كاردز كل دايموند لها قيمة مختلفة فيه عشر تالاف فيه الف فيه قيم ثانية داخل وبنهاية الجيم اكثر واحد عنده دايموند كاردز راح ياخذ الدايموند الكبيرة هذي قيمتها ستين الف وهني عندكم كيرتر رسمات كل ما تيمعون مجموعة من الرسمات كل ما زادت قيمتها حسب العدد اللي عندكم وهذه الكاركتر كاردز عقبا نوزع الابلتيز بطريقة عشوائية كل واحد ياخذ الرسمة المقاربة حق الكيرتر اللي عنده وهذا ستب المرحلة وتحطون اللوت في النص ونوزع منهم ثمان كروت وكل لاعب نعطيه قن مع الكاركتر مالته والسبشال باور الابلتي كارد اللي راح نوزعها بطريقة عشوائية عندنا هني في المنويل يقول لنا كل كاركتر شنو القوة اللي عنده بس احنا عشان التبسيط ما راح نستعمل القوة في اول لعبة وانا انصح الناس اللي تلعب اللعبة اول مرة كذلك انه يلعبون من غير الابلتيز وعندنا البولت كاردز نوزعها ثمانية حق كل لاعب فيه نوعين مثل ما قلنا كل واحد راح ينقل البولت اللي بيلعبها بالجولة هذي ويخليها جاهزة حق الجولة الاولى ودائما في الجولة الاولى القادفادر يكون اهو اكبر واحد بس بالجولة الاولى في الجولات اللي وراها القادفادر ديسك يكون موجود في اللوت اللي ياخذ يصير اهو القادفادر واليوم انا اكبر واحد فكون انا القد فادر وشذي القد فادر يقدر يقول حق كل واحد يلا شيله القنز ملوتكم والقد فادر راح يعد ثري تو وين طبعا لازم يتأشرون لما نقول وين اللي يتأخر راح يطلع بره الجولة ما راح يحسب دوره ليش انه انا القد فادر عندي اللي بريفليج اني اقول حق اي واحد مأشر عليه ما عليك امر غير اشر على احد ثاني بس انا القد فادر شنو ما عليك امر يلا غير زيني يلا غير والحين راح نعد ثري تو وين حق اللي يبيه ينسحب جاهزين جاهزين ثري تو وين ماكو احد يبيه ينسحب وشذي راح يسوي ريفيل حق البولتز انا مسوي بانك راح يطل اللاعب اللي جدامي راح يطل انجري وطيح الكاركتر ماله واللاعب اللي وراي هو حاطق لك معناته هو ما طق اللاعب اللي يمأشر عليه وكذلك اللاعب اللي كان مأشر عليه حاطبانك بس ليش اني انا قلت له يغير فهو اشر على اللاعب اللي هني راح اعطي انجري ونطيح الكاركتر مالته واللاعب الاخير نكشف الكاركتر ماله اللي اهو كلك معناته اهو ما طق الحين اللي عندهم انجري يطلعون برا مرحلة اللوت شيرنج وكون انا واللاعب اللي علي ساري اندش في اللوت شير راح ناخذ منهني اللوت هذا حقنا كلنا اول شي انا اللي ابدي لان انا القادفادر انا عندي عشر تالاف دايما ما تطوف راح اخذها واللاعب اللي وراي يبي ياخذ مثلا العشر تالاف وانا ابي اخذ الرسمة لا تنسون القادفادر ديسك واحد ناس لما يلعبون ينسونه وعشان ما حدخذها انا اللي كان عندي القادفادر ديسك راح يظل عندي في الجولة اللي وراها ونصيحتي لكم انه حطوا عينكم عليه انه تاخذونه قبل لا اي احد يبدأ ياخذ من اللوت الحين عشان نبدأ الجولة الثانية كل واحد راح يرد يوقف الكاركتر ماله ونوزع اللوت والحين لما نبدأ الجولة الثانية كل لاعب يجهز البولت كارد اللي يبي يلعبها يحطها فوق البولت الغديمة البولت الغديمة تخلونها مكشوفة حق اللي يكشفها بالجولة اللي طافت عشان انا او انتو لازم تعدون كل واحد كم باقي عنده كليك كارد او بانك كارد احنا قلنا في خمسة وثلاثة فانا الحين اللي يلعب بانك واحدة معناته باقي عندي ثنتين اهني داخل او واحدة منهم اهني والحين القادفادر يقول جهزوا اسلحتكم ونعد ثري تو ون انا عندي بريفلج راح اقول حق اللي جدامي يلا غير زيني يلا والحين راح نقول ثري تو ون حق اللي يبي ينسحب ثري تو ون طبعا البلاير اللي هني انسحب شنو يعني انسحب يعني يشكنها طبيعي ان يشكنها ليش لانه في ثلاثة ما اشرين عليه شانس ان احنا راح نطقه حاطي له بانك بولت جدا عالية اوه ما يبي يتعور فاوهو انسحب راح يطلع برا الا خطر انا راح اكشف الكريتمالتي لان اللاعب الي انا مقشر عليه انسحب وكذلك البلايرز اللي وراي ما راح يكشفون البوليتمالتهم لانه اللاعب كلنا اللي مقاشرين عليه انسحب عشان يفيه هذا الكرت راح يظلration الخطر لنهاية اللعبة والحين احنا الثلاثة راح ند وفيه باللوت شيربل وحي لانه نسحب ونطيح الكريكتر ماله ما راح يدوش باللوت شيربل والحين نقدر نتشارك الغنيمة وليش انه انا اول واحد هالمرة انا شاك انه في واحد منهم يبي ياخذ فراح اقلبه وخليه حقي عشان اضمن انه هو عندي اللي وراي يبي ياخذ رسمه واللي وراه كذلك يبي ياخذ رسمه انا باخذ رسمه لش انه عندي رسمات قاعدة يمعهم فعندي جدا عالي اتبقي راح اقول لكم اياها ان الرسمات مفيدة اذا كانوا موجودين بنفس اللوت عندنا الكرت هذا كرت الهيلينج ووند اللي ياخذه من اللوت لازم يستعملها اعلا طول مايسترة تخشح عندك وتستعملها بعدين اذا كان عندك انجري راح تعالجها والكرت هذا خلاص راحةالفايا والانجري الثانية اذا كان عندك انجري راح violating الانجري راح تعالجهم على طول واذا ما كان عندك ولا انجري ما منه فايدة للكرت هذا وهنر عندنا البانك كارت اللي ياخذه على الطول لازم يستعمله شتون انك استعمله اذا انت كنت لاعب بانك راح تشيلها تردها من تحت تحطها بيدك وتبدلها بكرت ثاني مكانها ما احد يدري شنو اخوه. وفي الطريقة هذي راح تلعبون جولة وراء جولة لمدة ثمان جولات. اللي ينطيك ثلاث مرات راح يطلع بره اللعبة سواء كان في الجولة الاولى او الخامسة او الاخيرة. وفي الجولة الاخيرة اللي ما مات واكثر واحد عنده فلوس وهو اللي فايز. ولا تنسون مثل ما قلت لكم اذا انتم اول مرة تلعبون اللعبة حاولوا تتعلمون عليها من غير الكاركتر ابليتيز. بس ثاني مرة حرصوا انكم تحطون الكاركتر راح تخلي اللعبة فيها شوي يتطق اكثر وتضحك اكثر. وهذه اللعبة بكل بساطة اللي ما عنده اللعبة ويبي يطلبها انا انصح انه يطلب السكند اديشن. ليش السكند اديشن شنون المروفمت اللي فيها على ال اديشن اللي قبلها. كروت اللوت اللي عندنا زادوها في السكند اديشن. حطوا كروت الجواهر والرسمات وهذا يعطيها طابعة احلى. ويخليك انت لما تلعب عندك اكثر من طريقة لجمع الفلوس. وفيك سماشل حق اللعبة بس انا شخصيا لاحين ما لجربته. ان شاء الله لما يوصل عندي راح سوي له ريفيو كالعادة وحطلكم اياه. والحين عقوا ما تعرفنا على اللعبة نعطيها تقييم مال دوانية اول شي نبلش بالسولتينس ريتنج. انا اشوف ان اللعبة فيها حطوا لي مملحة. سولت عالي وايد حلو ويضحك وفي ناس راح تزعل الرش منها تمرشة شوية وانقط المرة نحطها على الجرح. يا حبيبي مرة واحدة كانت لعبي انه كانت حامل. زوجها كل جودة رفع عليها المسدس ما دلش سالفتها. البنت قامت بتصارخ زي ما ولدت عندي بالدوانية. الشغلة الثانية الدي انا انا اللعبة اعطيها اربعة من خمسة الشخصيات اللي باللعبة في بعضهم او بي وفي بعضهم فانا اتشوف ان هذا شوي يخرج بالطريقة العشوائية اللي راح توزعون فيها الشخصيات بس ما يمنع ان اللعبة تكون الضحك وحلوة. وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو لا تنسوا ان تعطونا لايك. ولما يعطينا لايك راح تعطونا رايكم بالكومنتات وشير وثيور فرينز وستسكرايب على الشنال في يوتيوب وانستغرام. وتشوفكم في فيديو اللعبة اليهاية.